السلام عليكم اهلا وسهلا اتمنى تكونوا باخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم بزاة اللي تبكي لكم تخرجوا في الكموند اكيد التامن والكيميا دائما ستلقاوه في وسط الفيديو معليكم ان لا تتابعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير هكا باش تستفدوا بادني لو دائما معنا صقح في وسط الفيديو وتخليوا لي ارائكم وتتعاليكم دائما لك تحفزني لكن اول مرة تزروا القناة لا تنسوش تشاركو باش يوصلكم كل جديد اذا ندوزوا على بركتي الله المكونات وطريقة تحديد اول حاجة عندنا الدقيق عندي 125 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات من نوعية الجيدة وعندي 125 غرام ديال الدقيق الكامي اللي كنكونوا هكا القمح اللي كنغرب منه الخالة الغليدة ورقيقة نسو ما بغيتوها تحضروا بالفينو اكيد كتديروا الفينو غي من الاحسن لانكم كتديروا خاليه نستمروا بكثير من انا نستمروا غير دقيق الابيض ندير معلقة ديال الخاميره الفورية ودائما الخاميره على حسب الجو معلقة ديال السكر كباش تفعلين الخميره وندير بالنسبة للمنسمات غير الفلفل اسود غير زعتر اللي غير حكومه والملحة اكيد كسب الضوء يمكنك زيادوا بودرة البصل بالنسبة للمنسمات العجين ندير غير الماء ندير غير زيتون ندير غير زيتون ندير غير زيتون تقريبا 1-5 ديال معالق كتكون كافية ونجمعوا العجين ونحاولوا ان العجين فوسوا فيها كشوية الماء بشيخفيفة وشيشة كشوية الماء ونحاولوا ان تصبحوا كشوية الماء بالنسبة للمنسمات العجينة ونحاولوا من الماء ونجمعها فكشوية الماء ونجمعها 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 بالنسبة الجينات بالنسبة لل ml ونجمعها نحضر الحشوة نضيف مقلة نضيف زيت الزيتون و نضيف الكفتاء الكيمياء اختيارية لا تستطيع اختيارات الاطمية لا تستطيع اختيارات الاطمية نضيف الطون و نضيف الكفتاء أو اللحم المفروم نضيف الكفتاء لا تستطيع اختيارات الاطمية و نضيف بالكفتاء و ننضيف الكفتاء و نضيف النفذ نضيف نهائي توابل من غير نضيف شوية زعتر و شوية الفلفل أسود و الملح فقط يكونوا كافيين بالنسبة للخضار البيزا و بالنسبة لكفتة البيزا نضيف نفس المقلة اللي فيها الزيوت بعد ما تشحرت لنكفتة نضيف شوية زيت زيتون غير شوية ماشي بزاف حتى نضيف شوية الفلفل أسود و شوية الملح و اكيد شوية الزعتر نقلب مزيانها و انا كنحرك حتى كدبالي الففلة هنا استعملت اللون الاخضر و الاحمر اللي متوفرين من شفر لكم اي لون استعملوا او من شفر لكم غير لون واحد اكيد كتستعملوا انا بعد ما كدباليه كنحاول انني كنحرك و انا كنقلب على العافية اللي مهيلة هكا باش تجيني في هذيك الطيبة ديال الشيواء خديت هنا جوجت الحبة ديال البسطة اللي قطعتهم شرائح اللي تكون رقيقة باش هكا مطلقش لي الموضغيك هالطيب في نفس الوقت نضيف لها شوية ديال زيتون شوية ديال فلفل أسود شوية ديال زاتر و الملحة يعني هدوم المكونات اللي كنضيفه في بيزا كلها و صدقوني كي يجي البنة ديالها رائع و كتجي تمام بحل اللي ك سوف نحاول انني احتاج ينقل لها مزيان لعافية اللي تكون مرتفعة باش مطلقش لي الماء و باش هكا تشوى لي و جي في هذيك الطيبة ديال الشيواء او في نفس الوقت كنفرد فيها هكا باش كي يجينو منظر ديال هزوين و كطيب كلها كان مقاها هكا مستمره حتى كتسبح عندي يعني كل شي واجد وما بعد كندوز العجين لاحظوا العجينة كتخمر ماشاء الله كي تضاف الحجم ديالها يعني من الاحسن هكا يا انكم مغطيوها مزيان باش ملي كتجي و شوية ديال حشو ديال دقيق الفينو يعجبني صراحان الفينو بالنسبة لديك طبقة لكي تجي هكا مقرمشة و انتوما يبقى لكم الاخسيار يمكن لكم تديروا الفينو يمكن لكم ما تديروا في اي دقيق هنا كنا نأخذ العجينة جالي و كنا نعبرها باش يجيوني البيتزا تقد قد قد يعني ضروري ما انكم هكا تتعبروها خصوصا الاخوات اللي بغيو انهم يخدمونه من الكموند يعني ضروري ما يكون عندكم هكا واحد الميزان يعني يتحاولوا انكم تلبسوه بسلوفان باش هكا ما تلصقش لكم فيها العجينة و يخسل لكم دغية وحاولوا انكم كتعبرو باش يجيوكم الحبات قد بعض ديالهم منسبة لدقيق الفينو اكيد ممكن لكم تسعملوا و تستعملوا اي دقيقية كتفض تلصقوا بعدما سوف تشكو��وا اللي بقويرات انكم يدهنوا اما بالماء و اما بالزيت زيز هذا كما لا تضخلو الشفا في الاحد الكلام لكي تضيق دقيق تبقى لكم هذه الحشوة في الوسط و تبقى مزعى على البيتزا تجعلوا تجنبها يكون مزعى و تبقى لما يمكنكم تبسطوها و يجب أن تبسطوها و تبقى العجينة مرخوفة سهلة و نضعها في صفحة ونفرش لها ورقة الزبدة من الأحسن أنكم هكذا يتم تبسطوها و تبقى لكم سهولة و تخفوا انها تلصق اليوم او ملي و يجب أن تبسطوها و تبقى لها و يجب أن تبسطوها و تبسطوها و تبسطوها كورقة الزبدة و لن تبسطوها و تبقى لكم في الصفحة و تبقى لكم نهائيا لان العجينة مرخوفة نحن تحضير بالمشكلة اذا كنت نستمر كيف سوف نضع لها نقضها من الوساط و نعطيها 1 سطح لكي يكون متساوي و مقل نجد استمره سوف نضعه لها بطون و في صفيحة بوحدهم و سوف نضعه بوحدهم في صفيحة اخرى يجب أن يكون سخون جيدا يجب أن يكون سخون وفي نفس الوقت تأتي مقرم شوكة جزوينة نأخذ شوكة لا تنفخ نهائيا نتقب العجين في الواسط نتقب السلسة التماطم نتقب السلسة التماطم خاصة الأخوات يجب أن تكون موجدة سلسة التماطم تكون لديك كمية كثيرة ونحن نتقوم بتمعها فالسلسة التماطم يجب أن نقوم بها 1 كيلو ديال ماطيشة نضع السريع نأخذ 1 كيلو ديال ماطيشة نغسلها من قطعه قطعه عشوائية لا تقعد نضغط ملحة نضغط ملحة نضغط تصريحة نضيف زيت الزيتون و نضيف حتى 1 فصوص نضيف 10 دقيق نضيف طحنة يدوية نضيف طحنة كهربية نضيف طحنة مكونات كلها نضيف طحنة طحنة نضيف طحنة طحنة نضيف طحنة طحنة د Zukunft نضيف طحنة الممps سوف نضيف الطحنة كمية الكفتة اختيارية لكم كمية الكفتة يحتوي على 35 درهم يدار كمية الكفتة تضرب إلى 100 كم تقسمها على 100 كاس كل مره و اختشمتكم هكذا كومون تهزي و تحضري اما انك وقتشمتك هكذا كومون ديال بيزا تقدر تجيغي وحده وشمشي تاخدي هكذا كفتة و تاخدي فلفل بوحده و تاخدي طماطم بوحده يعني اكيد مغدي يشتر بحيني هائيا بزاف يعني من الاحسن هكذا كل حويجات ان انا وجدهم بالنسبة كذلك حتى ديال الطون هذي غي علبة ديال الطون هذي سقدكم يعني يلجوش ديال بيزا هكذا و تجيي ما شاء الله في هذا الطون كثير و حتى الاخواز هكا اللي في المنازل ديالهم و بغاء يحضروا هكا العائلتون باش يرضيوا جميع الاذوق كي ديرو هكا يعني كل واحدش كيبا غي كيف ما درت انا يعني مدرت هش نهائي الكومون دغي فقط باش نقصرها عليكم انا حضرتها غي العائلتي و في نفس الوقت اكيد باش نشاركها حتى معاكم و نعطيكم حتى الاسمينة بالنسبة لديال الطوني و كليكم تبعها بين 30 حتى 25 درم كي تكون كافية و لله الحمد كيف ما نعود للكرر غي علبة ديال الطون را اكيد تقضوا و تحضروا بها كجوش ديال بيزا هذي شكل نهائي بعد ما خرج ديال كفتة ديالي بعد ما طيبتها على فره لسخون شغلت عليه من فوقه ملتت زينتها بشوية ديال الزيت والاسود من بعد كن ديرها كيال جوب من الفوق يمكن لكم دير حسن متزارة للا كان من الاحسن هكا باش كي اعطيتك تجبيضة ودهو الشكل نهائي ديال وصفة اللي اعطيتكم اليومه تمنى تكونوا استفتوا و جربوها انا مساكدة غات عجبكم و اتنال الاعجاب ديالكم ما تساونيش باللايك ديالكم و سعادكم نائم لك تحفزني اذا خليتكم على خير و خليتلكم الراحة مع السلامة